هذا وقد أكد الكاتف في صحيفة الوطن سعد راشد أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تعتبر ضربة موجعة لقطر والتي سعت منذ عام 2011 إلى تأزيم الوضع في ليبيا تعتبر المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مع إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج كياناتها العسكرية من كافة الأراضي الليبية تعتبر ضربة موجعة للدوحة التي سعت منذ عام 2011 إلى توظيف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في تأزيم الوضع في ليبيا فالدور القطري التخريبي في ليبيا لا يتوقف على دعم الجماعات الإرهابية بل تعد ذلك إلى إرسال قوات عسكرية قطرية مسلحة لدعم تلك الجماعات وأن مئات الجنود شاركوا في خلق الفوضى وهذا ما كشفه تقرير صادر مؤخرا عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن قطر ومنذ سقوط الرئيس معمر القدافي تركز على دعم جماعات متطرفة في ترابلوس مما يعزز حالة الإرهاب الدولي العابر للدول وربما الغارات إنما قامت به قطر في ليبيا أمر لا يمكن أن يتم التغافل عنه أو تخطيه بل تعد الأمر إلى أن تقوم بدعم وتمويل تلك الجماعات التي تستهدف حاليا أمن واستقرار ليس ليبيا وحدها بل حتى جمهورية مصر العربية فالرئيس السيسي كان واضحا منذ إعلان المبادرة بأهمية حل الخلافات الليبية في ظل حل سياسي وطني إن قطر بتواجدها في ليبيا قدمت تسهيلات ضخمة من أجل تواجد القوات التركية ليتأزم الوضع وتكون ليبيا ساحة لتواجد القوات الأجنبية ومرتعا للكيانات الإرهابية وهذا ما كشفه المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بالتورط القطري التركي في الأزمة الليبية عندما قال اكتشفنا أن قطر أصبحت لاعبا رئيسيا في ليبيا عبر سبل عدة مثل الاعتراف السياسي والفتاوى التي كان يطلقها الإرهابي يوسف القرضاوي كما أن أول طائرة سلاح وصلت إلى بنقازي كانت قطرية وكانت مخصصة لما يسمى بإتلاف ثوار بنقازي وعمل على تفريقها في ذلك الوقت الإرهابي علي الصلابي الذي يعيش حاليا في قطر خلاصة القول إن المبادرة المصرية تأتي في وقت حساس ومهم لحل الأزمة الليبية في حوار وطني وهذا الأمر يوجع النظام القطري الذي أراد أن تكون ليبيا مقرا مهما لجماعة الإخوان المسلمين بعدما عاثوا في الأرض فسادا في عدد من الدول العربية ومنها مصر ترجمة نانسي قنقر